اشتركوا في القناة بسم الله على بركة الله اول حاجة هنا قد نوجد واحد السلصة ديال الليبات السلصة مختلفة لكن كجلدي دا بزاف هات السلصة هدي قدروا زيدوا لها الكفتة إلا بغتوا زيدوا لها الكفتة هنا قد نشحر هنا إما أنا استعملت البرو لكن بغتوا قدروا تستعملوا بصلاة خطارية أو بصلاة عينية وهنا طحنت واحد تستدي الحبات ديال ماطيشة لأسف هاد ماطيشة لون ديالها ماشي حمراء كما بقتش عندي ديك الماطيشة الطويلة استعملت غير ماطيشة ديال اللي كان نحضر بها لسلات هنا سفي خليت حتى تشحرت واحد شوية ديك السلصة ديال ماطيشة وهنا غدا نزيد الجازر اللي قطعتوا كيف ما كتشوفها كرقيق باش غادي يحلي لنا هات السلصة يعني ديك الحموضة ديال ديال ماطيشة كتزول بالحلوة ديال خيزو وحتى الماضق هنا غنزيد واحد لحبة كبيرة ديال فلفلاء حمراء شوية وثلاثة ديال حبات كبار ديال دنجال اللي شويتهم حتى هما في الفرن وقطعتهم عشوائيا غدا نزيدهم هنايا سوف يمكن شحر مزيان هاد المكونات هذي من بعد غنزيد التوابل زيت التوم وزيت شوية ديال بابريكا و الملحة فقط ومن بعد غنزموها ان شاء الله بالزعتر صفي هدي هي التوابل ما غنزم نكترش بالزاف التوابل لان غنزم نستعمل هاد السلصة في الليبات الليبات دايما انك يعجبونين تكون خارجة فيهم ديك النسمة ديالزعتر او ازيق اه عفوان او الحبق هنا من بعد حتى صفي طابت يعني صلصة وجدات عدت هنيات طماطة سوريس نطيش هدي كصغيرة مقطعة صفي دا بغنزولها على البوطة وغدا نشي باش ننطيب الليبات الليبات هنا غدا اللي ما حتي من اللي غلا غدا نزيد ليها الملح كنت تعملين هاد الملح الرمادي الليبات الليبات وغي يعني الاشياء اللي خاصنين نسلق كان دايما كانستعمل هاد الملح الغليضة وهاد الملح الغليضة كانستعملها احتف السامك ان شاء الله يعني السامك اللي كيكون مشوية في الفرن ان شاء الله طلبتم مني الوصفة غدا نشاركها معكم بطريقة ديالي هنا صفي غدا نسلق قنايا نسكيلو ديال ليبات الليبات غدا نكتب لكم ان شاء الله المقادير اسفل الفيديو كيف ما طلبتوا مني صفي كان نحركوه مزيان باش ما يتلاسقوش لينا ما كانحتاجوش هنا كانستعملوا حد نوعية جيدة ما كانستعملوش نستعملو لا زيد لا حتى شي حاجة كانخليوهم هنا يا صفي غي كانحركوه مرة اللولو صفي كانخليوهم يتلقو دايما الليبات خاسنا نكترو ليهم ما خسناش نديرو المغيشي شوية من بعد كيبدو تلعو على السطح كيف ما كتشوفو صفي هنا كيبالي نراهم طابو انا تقريبا اخداو معايا عشرة ديال دقايق ما كانبغيهمش يكونوا طيبين بزاف صفي من بعد غنعاون نرجع للسلسة في الطنجرة يعني اخديت صفيت الليبات وكنعاون نرجعهم يعني في السلسة ديالهم ودا بعد غنزيد ان شاء الله الزعتر وغنزيد شوية ديال زيت الزيتون صفي غدا نخليهم غيشي شوية غيشي شوية باش الليبات ديالنا يشربو ديك السلسة هنا كيف كتشوفو زيت شوية ديال الزعتر بالنسبة للتوابط قدروا تزيدو نسيت ما قدش لكم اما فلفل حارة او البزار يعني كيف ما بغيتو صفي هنا صفي دبارة وجدو يعني غدا نخليهم غيشي شوية تقريبا شي ثلاثة دقيقة هكذا صفي وكنزولهم على البوضة نغدا ندوز باش ننوجد واحد لوملات لوملات بالخضر اول حاجة غناخدو حد شوية ديال زيت السيتون وهنايا اخديت الكورات او البورو قطعتو قطعة صغيرة غدا نشحرو باش المادا قديلو كايزين من بعد ما شحرتو غدا نزيد دباء الخضر اللي كلها قطعتها قطعة صغيرة باش نطيب ليه بسرعة نعندي خيزو مقطع قطعة صغيرة وغدا نزيد الفلفل احتهي مقطع قطع صغيرة والقرعة احتهي مقطع قطع صغيرة هادي هي الحشوة باش غدا نعمر باش غدا نعمر الوملات بالنسبة للقرعة انا اخديت داك الدخلاني ديك الزريعة الدخلانية ديالقرعة هي القطعتها قطع صغيرة لانني استعملت يعني الفوقاني استعملتو السلطة انا غنوريكم كيفاش يعني ممكن استعملو القرعة خضرة في السلطة سافي هنا كيف كتشوفو زيت شوية ديال تومة وزيت من قبل اما كتزيدو المعدنوس او القصبر يعني على حسب الضوق ديالكم او مخلطين بجوج اللي بغيتو على حسب الضوق بالنسبة للتوابيل هنا ما غداش نكتر توابيل بزاف هنا غنستعمل غير الملحة وشوية ديال الفلفل حارة لي ممكن تعودوها في البزاري إلا بغيتو هنا الفلفل الأسود غنستعملو غير مع اللحام مع الكفتة مهم هنا يا عندي عندي زوج ديال البيضات شوية ديال الملح من بعد موجدات لي السلطة هنا غنزيد واحد الكيمية كتيرة انا استعملت المعدنوس انتو ما ممكن تستعملو قصبر إلا ما كيعجبكمش المعدنوس هنا استعملت شوية ديال التومة باش كتزول لنا ديك الريحة الجهد ديال البيض وهنا استعملت شوية ديال الخضارية او البرو صافي هنا كانت سخنو المقلة إلا كانت المقلة ديالكم تلصق دهنوها بوحد شوية تلصق ديال الزيت او ممكن تستعملو الورق اللي ما بغيتو تستعملو الزيت صافي هنا غدا نخليها طيب في الاول كانت سخنو المقلة تكون سخونة من بعد غي كان نضيفو هاد الخالط هدا كان نقصو البوطة يعني مزيان يعني تكون مهيلة باش طيب لنا الوملات انك يعجبني الوملات يكون طيب وخا ما غداش نناكلو مهم هنا غدا تدخلو هادك الخضر اللي كنا طيبنا يعني غنستعملوهم لداخل ديال الوملات صافي وكنعودو نرجعو عليها نرجعو لها يعني الطرف الثاني كيف كتشوفو صافي وكتعود تلصق لانا كيكون داك الفوقاني بقي شوية ما طابش كتعود تلصق صافي هنا غدا نخليوها غي شي شوية علامة تلصق ديك الخضراء لانا صافي تقريبا يعني الوملات طابت غي واحد شوية ديما لصقات زيان ورا هدا براني ناقص البوطة يعني كيف قلت لكم يعني طريقة ديال الطهي مهمة بزاف يعني في الاول تكون سخونة ومن بعد كنقصوها الاقصى درجة ونخليو الوملات طابلين على خطرها صافي ها هي دباء وجدات غدا نوضعها هنية يعني وصفة سهلة جدا وكجلدي دا بزاف والوليدات كتعجبهم وخافيها الخضر كتعجبهم والخضر بالنسبة الحشوة ممكن يعني تستعملو الحشوة اللي بغيتو انا هنا استعملت لها سيبولات يعني استعملت واحد القطات قريبا كبيرة هي اللي غدا نستنبيها السلطة ديالي يعني عصرت واحد الحامضة كاملة مع شوية ديال الملحة وشوية ديال الفلفلة حارة اللي ممكن تعودوها بالفلفل اسود الى بغيتو سافي كنخلطو مزيان وغدا نخلي واحد الكيمية يعني باش غدا نسم كل شي منسم يعني السلطة ديالي كاملة وكمية واحدة غدا نزيد هنا غدا نزيد القرعة اللي كيف قد لكم قطعتها شها رائح يعني كم قو نقطعو حتى كنوصلو لذيك الزريعة وهديك الزريعة هي اللي ما كنقطعوهاش للي ما كجي زوينة بزا في الماكلة اما غتجيكم غريبة ان القرعة خضراء ولكن رامني كترقطعوها هكا رقيقة كنرقدوها في هاد الحامض وزيت الزيتون والملحة وشوية ديال الفلفلة حارة وهديك لا سيبولات فيها كتوتهم زيان مع الماضق ديال القرعة كنخليوها كنخلطو مزيان وكنخليوها حتى كترخام زيان كتولي بحلية طيبة وكتولي الماضقتيالها جيد الديد والناس فاش كي ياكلوها كتغلط لهم مع الخيار كيسحبوها خيار هنا عندي غي المشماش اللي قطعتوه ووزينتو بهاد طماطسوغيز من داخل يعني طماطم الصغيرة وهنا بيناتهم حطيت الخيار مقطع قطعتو دوائر صافي وغدا ها هي كيف شفتو الحجم ديالها صغار يعني تقلسات لانها لوات نفس القرعام اللي زدنا لها من اللي زدنا لها الحاموض وزيت زيتون صافي دا بغدا دا نحط شوية ديال وحتا خيش زوحته وان قمت بنفس العملية بحالو بحال القرعا سا هو قطعتوش هرائحة رقيقة ما كنحطش غيدك القلب اللي ما كنحطوش صافي هدا هي المائدة ديالنا بالنسبة اللي بباط انا دايما كنا نسربيوا بها كامعة شوية ديال الحبق كيجي الديد بزاف معهم واللوملات كتجي على هاتشكل يعني كتجي الديده بزاف ولو بتتعمروها بالفلفلة بتتعمروها يعني باللي كين عندكم والسلاطة هي هادية كتجي على هاتشكل من بعد زدتليها شوية ديال القرقاع شوية ديال ذاك شي اللي كان عندي زنجلان صافيو سقيتها بذاك السلصة اللي بقاتلية ديال السيبولات والحامض وزيد الزيتون كتجي الماضاق ديال هكذا باش كتشهلوا ليدات اونا هي لا حنا ما كنت عشاش كنا اكل غي هكذا بحل هاد الشي يعني ذاك شي باش حاولت يعني نحاول السلاطات تكون غنية صافيو بالنسبة اللي مال مغين نسمتوها ككب الليمون ونعناع ودباحت الحال سخون شوية صافيو كانت هذه هي المائدة ديال العشاء اتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم الوليدات عجبتهم بزاف اتمنى ان شاء الله حتى انتم تجربوها الوليداتكم وتعجبكم وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة